السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي في الله كنتم نملا تكونوا في خرار خير نترك معكم من جديد حبابي في الله أولا بغيت نقول مبروك لنجاة من عيمة البدوية للنجاح لألف ألف مبروك وهكذا تبرك الله عليك دائما فرح ممك وبك وإحنا دائما كنا نسمع من عيمة البدوية كنت تقول كنت تتمنى أنها تقرر ولدتها في المدينة الحمد لله الحمد لله يعني وصلت من ديك الشي اللي كنتمنى فنجاة ولا الأخت ديالكرانية ما تخيبوش يتضند ممكم في المدرسة الله يجحكم والله يوصلكم لأعلى المناصب كيف كنتمنى ممكم مهم أخواتي اللي بغيت نتكلم عليه وهو خورين 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 اللي خرجه كتسب وكتقول بأن لأن الناس كيتفرجوا كيشوفوا راه المحتوى عندك نعيمة البدوية وش المحتوى ديالك نعيمة البدوية او لماذا نعيمة البدوية خورينه راه نعيمة البدوية عندك محتوى نعيمة البدوية يعني ديالك الدلع يعني ديالك الدلع اللي جالك جاك علام محتوى نعيمة البدوية كتدر عليها لكي تطلع لك المشاهدة وش الكلام ديالحق ما عجبك شي ولا هذه هي الحقيقة تستطيع تعرف بالحقيقة او لا فانتينا عندك المحتوى ديالك عندك الفيديوهات كاملين عليها ما عمرك تغير ما عمرك تدر علي شي حاجة اخرى ما عمرنا شفناك بدلتي الموضاء من غير نعيمة البدوية صح ولا لا اجي وصلك البارد ولا لا وصلك البارد شون ظهر لك في البعض ديال منعيم شون ظهر لك فيه شوف الحقيقة كدبان كدبان وذيك الوالدين ديال منعيم شو سواء كان عنده تفاهم معهم او سواء كان مزيان معهم فكيبقى ديالك الإبن ديالهم ايواش غنقول لك باقي قل لك اللي يحفر شي حفرة كيطح فيها وانتي حفرت الحفرة وغرقتي بزاف وغير ان شاء الله سيوصلك ماشي غير بارد سيوصلك حتى السخن لانك تتعدى وكتسب الناس وقال سعي باقي باقي كتمادى وعلى سبيل المثال غنظر لك على الفيديو اللي كانت خرجت به ماشي سابي المثال الحقيقة عادي خرجت به مريم بنت مي نعيمة البدوية وقد هضر على التساع وعلى الضيق اللي عندها في الدر والماشي كيقول للماشي والناس المتتبعين ديالا فهي هضرت على من هضرت قالت أنا شجيرا كيعتقول للماء أنا خصني نشري أعزكم الله أخوتي حشاكم الحمار باش نبقى نجيب الماء وابه ولكن ما عندي شي فين عمله ما قالت شي ما عندي شي باش نشريه خارينا راهب نتمي نعيمة البدوية مكتسعاشي هضرت واحد الهضراء اللي عادي قالت ما عندي شي فين عمله ما عندي شي اتساع في الدار فانتي خصك قال لك الانسان خصوه يصفي عادي يشرب وانتنا ما كتصفي شي وكتشرب كتشرب مخروط راه كتشرب كل شي مخروط وانتنا ما عندي شي يشرب مخروط 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 وانتنا ما نتعدى على حتى شي واحد مخروط وانتنا نجري في الخير مخروط نعيمة البدوية وانتنا نعيمة البدوية وانتنا نعيمة البدوية عند القناة تجيب لك موضوع كأنه يعني منه تمثيل منه حقيقة يعني في حالة سبيل المثال فيديو اللي عملت نجاة معها على النجاح وفي الاول كيف بدأته وفي النهاية كيف تأخر الفيديو يعني شي حاجة اللي نشوق لدي المتتبعين والتي يتبعوها كان المتتبعين الذين يريدون عمل البدوية أما الناس الحقودين اللي في حالك انتنا او اللي اللي سيرقبوها لكي أدعم انتنا حاضيعها اعمل الرادرع لها والله يستر ما عندك شغول السلامة يا ربي انا بعد اصراحة اخواتي نقول لكم واحد الحقيقة انا بعد مرة كان نغيب على اليوتيوب لان عندي مشاغل لي ولو ما عندي شي بزعف للولاد وعندي ومخدمات وهادي ولكن لا عندي شغلي في داري في الركاني ديال داري نريد نطيب اللي ما ناكله نهجل الخبيزة ديالي نشوف القناة ديال ديال واشكال الغبرة واشكال العنكبوت واشكال الغمال واشكال الغمال يعني هات شهادة هات شهادة اللي خص يكون الشغل الشغل للمرأة اولا عاد كيجي اليوتيوب ولكن انتي اخرين ارجعت يعني صباحا ومساء ما بين اليوتيوب والتيك توك اختي ارجعت انتي هي اه ما نقول لك واحد عاملة اه مسجلة اه بكنتنا خاصة واه اه اننا نطلقوا الكذوب على عباد الله ونضربوا في الاعراض للناس ونكذوب على عباد الله يعني كذوب بالجملة فهمتي والاكاديب اكيد الانسان يتسفرج انتي ما عاجبك لحال على نعيمة البدوية ما يعني واخا دعماتك واخا ما عاجبك لحال علاش ما طلقت لك القناة علي نعيمة البدوية اخصك باي طريقة تستغل نعيمة البدوية ووالا وضرب فيها ولكن لا استغلال ولا عبو العادي اللي عنده عند بالك دب الناس اللي كيتفرجوا فيك واش لا يضحكوش عليك لانك عندك المحتوى غيب نعيمة البدوية ما عندك شي شي حاجة جديدة يعني خصنا نعرفوا يعني غينهار واحد جبنا شي دليل اللي كيبين بأن نعيمة البدوية صرقاتك نعيمة البدوية اللي فرشعتك بينتلك الاكاديب ديالك على ديك القادوس اللي اديتي لها وما هما لكادوس لوالو غيبة سورة غيبة سورة اللي كتكون عنا مسيبة هناك تكون غير هيدا حياتي مثلا شيطة كان نكتبو اللي بغيت ديالك بصحص كان نخرج الحاجة باقي كانت تلبس باقي باقي نعيمة البدوية هناك تسيب لا تقشل على الناس وتقول عليهم اديتلا 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 غير عب العيدي نحن هناك وكان عارف الحوائج اللي يكونون مزيونين يتشرون المجازة يكونون مزيونين وكان عارف الحوائج اللي يكونون غير يستغنو عليهم عباد الله على سبيل المثال توقت او تيشورتات هذو فيهم واحد العلامة تدل على انهم ديالش خدمة او لاتشينادي او 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 هناك نعرفه ونحن عقفين فما تضحكش على عباد الله وانتي بغيت تستغل نعيمة البدوية وربي ما اعطاك شي فمن لماذا استغلت هذا بدأت تستغل نعيمة البدوية بطريقة اخرى بطريقة اخرى يعني كتدرب فيها بطريقة بطريقة تصل ولو الاسلوب الخاسيس الاسلوب الخاسيس الاسلوب القلالين الترابي اننا نضربه في الناس اللي شركنا معهم الطعام وبلا ما تقول انا فرعاكم باش فرعانة وقلنا هذا بغيت واحد الحاجة اللي فرعانة بها باش باش فرعانة باش فرعانة بشي لاباقة بشي بشي الفض من فم تخرج يا ويلي ويلي الناس يتعلموا منك واش كتخرج بشي لايف كدع تدرس من الناس او كدعمل شي لايف في غير الاحاديث وفي غير الهي وفي غير الهي كدعم الناس كيفاش يمشي في الطريق المستقيم انت كتخرج من اللي كتخرج وانت كتسب عباد الله من اللي كتخرج وانت غالسة كتنتقد في الناس وكتنمر على الناس باش نتفرع يا عباد الله الله ينجينا اختي باش نكونوا احنا في حالك راحنا بعدين كل البعد من طريقك غير وكان كان نقوله كلمة الحق لانك تماديتي وتماديتي بشكل وما بغيت تنعال الشيطان هذا المشكلة للشيطان كل صباح يجلس يجي ويجلس بغارتك فهمتين الكوفوزة وكيعمل الرجل على خاه وكيعمل اطربشة وكيقول لك اخوارينو واخرج وعمل الفيديو الذي ينحد يضحك على الشيطان والشيطان يضحك عليك بزاف فهمتين نقل الشيطان وذلك المرة اللي هي نعيمة البدوية لا تكتب شيء كان بينكم واحد المودة واحد المحبات الصداقة وقع شيء موقف بيناتكم اضراب طموم شيء في حال تخدم على رأسك وخلي المرة ترنكيلة تخدم على رأسك يعني فين وفين كنشوفها كدرد عليك ومن حق كدرد عليك لانا كدرد عليك كدرد عليك بنت خرجتها عملت الفيديو خرجت انتقدتها أي حاجة كيعملوها كدرد عليك ما تعمل الفيديو عليهم أنت تسنهم أي حاجة يعملوها باستخدم عليك كدرد عليك لديك الفيديو اللي كيعملو يعني هاتشياد أباين ومهروف وما بغيتشي دنعال الشيطان وكما كان قولوا الله ينعلي ما يحشم هذا ما كان الله ينعلي ما يحشم لانا الانسان ما عندك ما تعملوه هذا ما كان اخواتي وكما قلت لك نعيم البدوية هي اللي فرعك لانا انت اللي عمل الفيديوهات عليها وانت اللي كتمادة في الزاب فعوت انت تقول فرعكم ونعيم البدوية هي اللي فرعك وبناته هما اللي فرعينك مادم كتخرج كتطر عليهم بالطريقة هذي وهما اللي فرعينك واش فهمت يا خورينا ايه واشا نقول لك ظليق يالله وذيك الدرع الفودي جاك على المحتوى اللي عملوه وهو محتوى نعيم البدوية يالله ظليق مع السلامة احبابي في الله